في لقطة النهاردة حصلت في المباراة دي وعايز اقوف عندها لسوين ممكن تكون عدت من كثير من الناس بس بسرعة ما عجبتنيش ما عجبتنيش عشان هي من اسمي كبير من اسمي كبير شريف اكرامي حارس مانمى بيرامينز كان قاعد النهاردة على الدك وحضركم عارفين انه كان في خلافات كبيرة جدا بين شريف اكرامي ومهدي سليمان وقت ما كان المهدي سليمان بيلعب في بيرامينز المهدي سليمان بعد ما اخطأ الخطأ الكبير ده في الهدف الاول ليه بيرامينز جات الكاميرا على شريف اكرامي وهو بيعمل ايده كده وبيضحك بص اقول لك بصراحة ممكن يكون المهدي سليمان ده اخطأ اخطأ كبيرة جدا في حق شريف اكرامي ممكن يعني ممكن فعلا يكون شريف كان مدى قوي فانبسط انه الهدف ده دخل بالطريق دي في المهدي سليمان ممكن بس ده مرضو مش عزر من لعب كبير زي شريف اكرامي ده رأيي وانا بحترم جدا شريف اكرامي بحترمه حارس مرمو بحترمه يعني كشخص عاقل حتى هو يتحدث او بانفعلاته يعني بحترمه جدا بس بصراحة ما عجبتنيش عشانا بقى امين يعني دي هي النقطة النقطة التانية محمود علاء محمود علاء في ضربة الجزاء ولو معنا جماعة يريتني جيبها محمود علاء ضربة الجزاء اللي تسبب فيها لمس الكورة بشكل انا ما فيمتوش انا ما بفرج على المباراة قعدت اقول يا محمود ايه ده انت المدافع دولي مدافع دولي ايه وكمان قاعد فترة اساسي مع منتخب مصر ما ينفعش تطلع منك يعني هي هو خطأ من لاعب واضح جدا انه مش مركز تماما تماما ايه اللقطة معنا ايه غريبة يقول لك لو فيها عادة كمان غريبة بس انا اعتقد انه هو مش بيعترض على حد هو بيعترض على انا يعني هو متضايق من نفسه يا بص بص المنظر ازاي لا يا محمود لا انت لعب دولي لعب دولي كبير كمان انا على فكرة انا دفعت عن محمود علاء كتير وهدفي عنه دلوقتي هو هو في الاخر الخطأ ده واضح جدا انه خطأ عدم تركيز هو مش في حالته هو مش مركز واضح يعني ليه بقى مش مركز رغم من على فكرة ان محمود علاء بدي الموسم جيد جدا مع الاتحاد جيد جدا ليه مش مركز بالعكس انت مفروض ترجع لمستواك عشان ترجع تاني نادي الزمالك مدافع كبير مش هقول انك اتظلمت بس يعني كان من من اقطع اللعبين اللي بتنتقد مع خسارة الزمالك او التحاصرات الزمالك ففرصة بقى اثبت اثبت لا انا مدافع كبير غريبة بصراحة بس كل اللعبين بيغلطوا كل اللعبين بيغلطوا انا بس هي التحافز الوحيد ده محمود علاء ده مدافع دولي فالاخطاء دي بتبقى غريبة شويتين اشتركوا في القناة